وهي طاجن البامية اللي باللحمة الضاني طيب احنا بنجيب ايه مثلا كيلو بامية طبعا عايز تقليلي قليلي مثلا كيلو لحمة برضو عايز تقليلي قليلي زي ما انت عايزة نص كيلو تماطم على الكيلو بامية نص كيلو تماطم لو عملت نص كيلو من البامية يبقى ايه حبيتين ده التماطم كيلو تماطم ما بقاش كتير ما بتبقاش زعقة قوي تمام عندي بصل توم فلفل رومي فلفل حامي ده اختياري طبعا فلفل الحامي ده. آآ لمون برضو اختياري في ناس ما يحبوش اللمون عالبامية بس انا هحطها في الاخر بس كشكل كده وهعمل لها تاشرة في الاخر بالتوب وكزبرة النشفة تمام بصلة شوية ملحة صغنانين خالص شوية فلفل اسود بص ديك بس كده يدبن بنزل اللحمة الضانية عليها ماشي وحبة السوا بتاخدهم اللحمة الضانية دي هنا اللي هعملها دلوقتي مع الحبة اللي هتخدهم في الطاجم كفاية جدا مش محتاجة حاجة تاني اه بقلب شوية كده اللحمة الضانية شوية كده بص بقى هاخد هنا كده اللي عصير التماطم على الايه على اللحمة بعد ما قلبتها قلبها اكتر مني شوية ماشي قلبها كده معاها شوية نيجي بقى هنا اه بس ايح برضو حبة سامن كدش نعمل التاشة اللي هحطها عليها انا كده دي هنا المرحلة دي قلص انا عندك حاجة بقى لف الفرن وخلاص على كده لو عايزة فلفل حامي حطي انا ممكن احط حتى سليم بس ايه افتح وفتحة كده بس عشان لو عايزة شيله بعد كده شيله كده باخد ايه شوية يعني ايه حمايان بسيط خالص عايزة بعد كده شيله شيله انما لقى التعطيق اعرف ان انتي هيبقى لطاجة ده حراق جدا هاخد التوم والكزبرة النشفة دي التاشة اللي همهان لوحدها كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدخلها الفرن قد ايه ساعة زمن كده تعيش شوية في الفرن اشتركوا في القناة شكرا